موسيقى موسيقى أهلا بكم أعزائي مشاهدين إلى حلقة جيدة من فضاء حر نحاول من خلالها الإجابة على الأسئلة التي رافقت أحداث عدن الأخيرة أهلا بكم موسيقى الانقلاب الثاني على الشرعية هذه المرة من العاصمة المؤقتة عدن الواقعة في عهدة التحالف العربي الذي يحمل اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن في مفارقة لا تخل من دلالة الحكومة الشرعية قالت أن ما حدث في عدن خلال الأيام الماضية ليس سوى انقلاب على الشرعية فيما ظل التحالف على مستوى الخطاب الرسمي يدعو ما أسماه أطراف الصراع إلى التهدية إلى ما قبل هذه الحادثة كان اليمنيون لا يزالون منقسمين إزاء خطط التحالف وأدوار أطرافه وتحديدا الإمارات والسعودية حول حقيقة هدف إعادة الشرعية والذي يخفي داخله أهدافا أخرى أكثر تأثيرا على مسار المعركة في اليمن لكن ما حدث مؤخرا كشف الصورة بشكل أوضح في هذه اللحظة استعاد كثير من اليمنيين ذكرى سقوط العاصمة الأولى صنعاء قبل أكثر من ثلاثة أعوام معتبرين ما حدث في عدن ليس سوى امتداد لمشروع الإقليم الساعي لإغراق اليمن في التفكيك والفوضى وإنما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي وشعار استعادة الدولة الجنوبية التي دارت المعركة الأخيرة في عدن تحته ليس سوى أدوات جديدة في مشروع قديم فريق آخر يرى أن ما حدث يمثل العكاس لعلاقات القوى المتحصلة كنتيجة للحرب وتلاقي رغبات أطراف التحالف العربي مع المطلب الشعبي الذي يمثله المجلس الانتقالي وهي في كل الأحوال تتويج لمرحلة من البحث عن شركاء آخرين في المعركة الرئيسية مع ميليشيا الحوثي كيف يمكن توصيف ما حدث في عدن خلال الأيام الماضية وما علاقته بمطالب الانفصال والمشاريع الإقليمية التي يمثلها التحالف العربي وما تأثير ما حدث على مسارات الأزمة اليمنية وكيف سيؤثر على علاقة السلطة الشرعية بالتحالف خلال الفترة القادمة هذا ما سنناقشه مع ضيفينا من تعز الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي ومن عدن الصحفي ياسر اليافعي أرحب بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معكم بسؤال مشترك أستهله مع ضيفنا من عدن الأستاذ ياسر اليافعي كيف يمكن أن تصف ما حدث في عدن مؤخرا وتحديدا ليلة 30 من يناير أهلا مساء الخير طبعا كانت مقدمة التقرير فيها مغالطة كثيرة ما حصل في عدن هو أن احتجاجات شعبية تطالب بغالة الحكومة يعني بعد فشلها الأكثر من ثلاث سنوات لم يكن انقلاب على الأطلاق ولو كان الجنوبين أرادوا انقلابا لانقلبوا يعني تقريبا منذ ما بعد الحرب نحن نتحدث عن قوات الجنوبية وقوات المجلس الانتغالية التي تؤمن عدن سواء كان ذلك مداخل عدن ومخارجها شوارع عدن وحتى قرب معاشير فبالتالي لم يكن هناك أي انقلاب بقدر ما قامت هذه الغوات بالدفاع عن المحتقين بعد نشر اللواء الرابع حماية راسية واللواء الثالث قواتهم لمنع المحتقين ووصول إلى ساحة العروب والإيصار رسائل أن نحن هنا ونحن حاضرين كانت رسائل سياسية ورسائل إعلامية أعتقد أنها وصلت للجميع وحققت هدافها بشكل كبير جدا لكن لم يكن انقلاب لو أراد الجنوبيين تنفيذ انقلاب لنقلبوا لم يتبقى بينهم وبين قلب معاشيق ما كان تواجد الحكومة إلا أقل من عشر رقائق تفصلهم وبالتالي هم لا يردون إسقاط شرعي إسقاط شرعي سيؤثر عليهم بالدرجة الأولى سيؤثر على التحالف العربي وأعتقد أن أمر الشرعية في المرحلة الحالية هم الجميع وهذا ما تحدثنا عنه في المجلسة نعم احتقاجات نعم أستاذ ياسر احتقاجات بالدبابات والأسلحة الثقيلة وباقتحام مؤسسة الدولة كيف تصف أنت أستاذ عبد العز المجيدي ما حدث مؤخرا في عدن مساء الخير ما حدث في عدن هو تتويق لسلسلة من الإقراءات والممارسات التي قامت بها الولايات المعارات العربية المتحدة خلال فترة تدخلها في التحالف العربي في اليمن لمواقهة الانقلاب هناك سلسلة من الإقراءات تمت بدأت بالتضييق على رئيس الجمهورية منعه من الهبوط في مطار عدن منع تدفق العملة التي طبعت في روسيا إقراءات كثيرة منها أيضا الاعتداء المسلح على الحماية الرئاسية في مطار عدن من قبل القوات الإماراتية وأيضا التشكيلات المسلحة الموالية لها وبالتالي ما شاهدناه في 28 يناير كانت تتويقا لكل هذه الإقراءات التي قامت بها وشقعتها ودعمتها الإمارات العربية المتحدة التي على كل حال هناك علامة استفهام كبيرة بشأن تدخلها في اليمن أصلا منذ اللحظة الأولى فهي الدولة المعروف أنها كانت ضالعة بشكل كبير في تمويل ودعم الإنقلاب الحوثي العفاشي وكثير من المعلومات بما فيها أيضا تصريحات لسياسيين وضباط كبار يتحدثون بينهم سعوديين يتحدثون عن مشاركة إماراتية مباشرة من خلال الدفع بأموال لمصلحة الحوثيين وصالح وهناك عملية تنسيق تمت في أبوظابي واستقبلت الحوثية ممثلين عن الحوثيين للتنسيق مع أحمد علي عبدالله صالح وأيضا جماعة إيرانية وبالتالي تم الإنقلاب بتدبير من هذه الدولة بتواقع ومساعدة من السعودية وفقا لروايات أنور عشقي ضابطة لاستخبارات السعودية الذي أكد بأن كان الأمر يستهدف بدرجة رئيسية لطاحة بحزب الإصلاح كما يقولون ثم شاهدنا العملية العبثية التي قرأت خلال الفترة الماضية ونحن الآن بصداد القزء الثاني من المسلسل الذي يتم إخراجه بنفس الطريقة الرديئة التي تمت خلال الفترة الماضية نعم إذن هو انقلاب سيد ياسر اليافعي كما يقول سيد عبد العزيز وهو اعتبره امتداد لسلسلة من الممارسات التي يقوم بها المجلس الانتقالي في تنفيذ لأجندة إماراتية ربما في مجملها يعني هدفها إفشال الحكومة الشرعية في عدن وفي الخفاء وفي الظاهر ربما إحلال شرعية قديدة في القنوب مثلا بالمجلس الانتقالي ربما الهدف البعيد هو التفكيك والفوضى وليس سواهما طبعا هو كلام متناغض يعني لو نتحدث على الانتصارات التي تحققت ضد مليشيا الحوثي وصالح في اليمن منذ انطلاق عاصفة الحزم انت حققت حققت في المحافظات الجنوبية وفي الساحل الغربي بإشراف وتدخل من الإمارات ودعم إماراتي وتسليح إماراتي كيف الإمارات تقاتل الحوثيين ودحرتم من الجنوب ومن باب المندب منطقة حاول الحوثيين استماتوا بالغتال عليها ثم تتحالف معهم ومن أجل دعم الغضية الجنوبية هذه ربما أستاذ ياسر تتوافق مع التغريدة التي أشار إليها الأستاذ عبد العزيز والتي قاتت على لسان المستشار السعودي أنوار عشقي بأن هناك إرادة خالقية لتقسيم اليمن إلى شمال وقنوب ربما يكون القنوب تحت سيطرة المجلس الانتقالي والشمال تحت سيطرة أحمد علي وهذا ربما لا يختلف مع ما طرحته الآن شوفي هو ليس إرادة عشقي ولا إرادة سعودية ولا إرادة الإمارات هي إرادة شعب القنوب لو أراد اليمنيون أن يتفقوا على حل لا بد أن يسمعوا الإرادة شعب القنوب بالتالي تهميش شعب القنوب وخصوصا بعد أن باتت لديها قوة اليوم وبات شريك للتحالف العربي وللتحالف الدولي في مكافحة الأراب لا ينهي المشاكل في اليمن بل ستستمروا تطور ما قاله أنوار عشقي هو حل منطقي وهو حل يتكلم في القميع لا بد أن يكون هناك حكم ذاتي في القنوب وآخر في الشمال أو غليمين وهذا نحن الجنوبين في مؤتمر 2011 في القاهرة طرحنا هذا الحل قبل تدخل التحالف العربي وبداية ثورة شباب ما سميه ثورة شباب أو الربيع العربي وبالتالي هذا حل نعم وهذا ربما ما يبرد توقف القوات التحالف من تحرير المناطق الشمالية لم تتوقف اليوم القوات لم تتوقف القوات الجنوبي اليوم في منطقة حيس نتحدث عنه الحديدة نتحدث عن زيارة عيدروس الزبيدي قبل أيام إلى مريس وبالتالي هذه الزيارة لا ما بعدها من دعم عسكري من قبل قوات المجلس وقوات المقاومة القنوبية أعتقد أن القادم هو تحريك جبهات الشمال أكثر مما كانت من قبل هناك أمور تسير ربما ستتغير المعادلة في اليمن ولكن كله بسبب انتهازية بعض الحزاب السياسية التي علغت في تباب نهم وفي مأرب ولم تستطيع حتى أن تحرر صرواح التحالف العربي ليس بنك مفتوح هذه الحزاب حتى يدعمها ولم تحقق أي إنجاز فيها القنوب تحررت كل المحافظات في غضون ثلاثة أشهر تقدموا إلى أقرب الحديدة في أقل من عام نحن اليوم تقريبا نصادف الذكرى الأولى لتحرير المخى اليوم ما بعد المخى قرب الحديدة لماذا لم تحدث هذه الانتصارات في القبهات التي ليس الإمارات علاقة فيها دعيني أوضح أمر مهم للغاية الإنجازات في القانب الأمني تحققت في المحافظات القنوبية بعيدا عن الشرعية لو كانت شرعية من مسكت الملف الأمني كان اليوم عدن ولاحق وأبيان إمارات للغاية وداعش وهذه حقيقة الحكومة تترب منها يجب أن نسمي الأمور ومسميتها الإمارات في عدن كان دورها إيقابي بشهادة القميع قد تكون بعض الأخطاء لكن صعوبة المشهد وضبابيته فيها القنوب وتدخل الأطراف السياسية أوجد بعض الأخطاء ومن القميع لكن ما يجب أن نقوله أن الإمارات نجحت في الملفات التي مسكتها فيها القنوب وفي الساحل الغربي بينما الآخرهم فشلوا في مارب وفشلوا في تعز أو في وسط تعز وفشلوا أيضا في القوف وغيرها لذلك نعم الفكرة واضحة أستاذ ياسر بين الإمارات والمجلس الانتقالي نعم إذن صعوبة العزيز الإمارات هناك أيضا فعلا تساؤل منطقي ما مصلحة الإمارات في إشارة نفسها في معركتها لدحر الحوثيين في الليمن بشكل عام وهو كما أشار أستاذ ياسر بأنها فعلا حققت انتصارات ميدانية كبيرة على المستوى الذي تحدث عنه ساحل الغربي واليوم في حيس وأيضا في المناطق الجنوبة بشكل عام هناك إشكالية كبيرة في مناقشة طبيعة وجود المجلس الانتقالي نفسه وأيضا طبيعة الدورة الإماراتي المجلس الانتقالي هو ناقم بدرجة رئيسية عن القرارات التي صدرت عن عبد الربو منصور هادي بإزاحة عيدروس الزبيدي ومجموعة من الأشخاص الذين كانوا بدرجة رئيسية يعملون مع القوات الإماراتية في المناطق الجنوبية وبالتالي لقوا إلى تشكيل هذا المجلس وذهبوا باتقاه تكريس فكرة أنهم يمثلون المكونات الجنوبية بشكل كامل والجنوب ليس مكونا واحدا المجلس الانتقالي هو مكون من مكونات الجنوب وبالتالي الإمارات استطاعت بشكل أو بآخر مستفيدة أيضا من إرشيف حكومة الملكة الاستعماري بإعداد وتشكيل قوات عسكرية ذات طابع مناطقي وقهوي إلى حد كبير والتسميات واضحة ولا تحتق أيضا إلى كثير دهاء لنقول بأن ما يحدث هو عملية تبخيخ للقنوب ولمستقبل القنوب نفسه عملية الانقلاب التي تمت هي لم تستهدف الشرعية فحسب هي استهدمت أيضا هي انقلاب أيضا حتى على المكونات القنوبية الأخرى المجلس الانتقالي اليوم يستخدم كعصة لفرض إرادة معينة تتعلق بأجندة ودور الإمارات العربية المتحدة بدليل أن هناك كثير من الوقاعة التي تؤكد بأن هذا المجلس دائما كان يتم استخدامه وتلوحه والتلوح به عندما يكون هناك اجتداد للإلحاح الإماراتي على مجموعة من المطالب والمزايا التي تريدها من خلال مجموعة قرارات وتنفيذ أشياء تتعلق بأجندتها الخاصة المجلس الانتقالي مثلا كان قد هدأ من نبرته الحادة تقاه مثلا حزب الإصلاح حزب الإصلاح بالنسبة للإمارات كان البعبع الذي من خلاله حاولت أن تحوله إلى ظهر للعبور لتدبير انقلاب 2014 وبالتالي شهدنا ما شهدنا إلى من الكوارث التي تمت وكان هدفها بالتأكيد إغراق اليمن بحرب بينية شاملة كما هو حصل الآن واليوم يتم استخدام ذات الشمعة من أقل الحصول على امتيازات ومكاسب داخل المحافظة القنوبية والمناطق الساحلية لتبرير أيضا هذه السياسة الإماراتية وإحداث شكل من الانشقاقات داخل الصفة اليمنية المساند للشرعية مثلا عندما تم العملية الإمارات غيرت وجهة نظرها بشان مسألة التعامل مع حزب الإصلاح نعم في هذه الجزئية دعيني دعيني يكمل هذه الفكرة يعني هنا تكن سؤال في نفس الفكرة بعد ثمانية أيام فقط التقى محمد بن زايد ومحمد بن سلمان بقيادة الإصلاح في المملكة العربية السعودية وخرق الإعلام بعد ذلك يهلل وحتى هناك تصريحات منسوبة لعيدروس الزبيدي ويرحب الشراكة مع حزب الإصلاح وهذه التصريحات لم ينفيها ومع هذا كان يرحب بالشراكة مع حزب الإصلاح باعتباره حزب كبير ووطني ويقب أن يكون هناك شكل من الشراكة مع هذا الحزب من أقل مصلحة اليمن والقنوب كما قال لاحقا عندما ظهر طارق صالح غيرت الإمارات من إيقاع اللعبة وذهبت باتقاه إيقاد لعبة ودمية قديدة تعلق بطارق صالح تم استضافته في المحاوضة القنوبية نشبت على إثر هذا صراعات وخلافة قنوبية حد داخل مكونات المقاومة القنوبية نفسها وبالتالي كانت هناك مطالب بطارق عفاش ما حصل هو أن المجلس الانتقالي بدلا من مواقعات هذا المطلب ذهرب إلى الأمام وذهب باتقاه إصدار ما يسمى ببيان إعلان حالة الطوارئ المطالبة بطارد الحكومة والمسؤولين الشماليين منح مهلا لطاردهم أيضا لمدة أسبوع ما لم سيتم إغلاق الحدود والمناطق الحدودية وما إلى ذلك منع ورفض إنعقاد مجلس النواب وكثير من المطالب التي كانت تؤكد على أن المجلس ذهب باتقاه إعلان ما يسميه دولته الخاصة الاشتاغات ووسائل العلام والتغطيات ما الذي تريده الإمارات من كل ذلك سيد عبد العزيز التي تمت في 28 ننار إذا كانت الإمارات تقف وراء كل هذا العمل ما الذي تريده من أجل السيطرة على الأوضاع في عدن بشكل كامل وإنها شرعية عبد الربون نعم أستاذ عبد العزيز ما الذي تريده الإمارات من كل هذه التطورة طالما وتتحدث بين المجلس الانتقالي هو مكون ينفذ توقيهات الإمارات إذا كانت الإمارات مسيطرة أساسا على الشرعية في عدن ما الذي تريده من مهاجمة الشرعية عبر المجلس الانتقالي لا تنسي بأن هناك تحركات سعودية حصلت خلال فترة الماضية بعد الإعلان عن منع مثلا دخول السفن إلى ميناء عدن الإيقاف كثير من التحركات العسكرية حصل لاحقا أيضا تحرك سعودي في هذا الاتقاه دفع باتقاه دعم البنك المركزي بـ 2 مليار دولار من أقل وقف تدهور وانهيار العملة كان هناك تحركات سعودية ربما إحساسا بمخاطر فقط وليس لديها أيضا رؤية موازية من أقل تهديئة الأوضاع ومحاولة إبقاء الأمور كما هي عليه على الأقل من أقل تحاشي وتلافي أي مواقهات مسلعة لكن ما حصل هو أن الإمارات العربية المتحدة ذهبت باتقاه العصى الغليظة التي دائما ما تستخدم أيضا في مواقهة الأطراف القنوبية لا تنسي بأن البيان الذي أعلن المجلس الانتقال القنوبي تم مواقهته بمجموعة من القيادات المقاومة القنوبية وهناك شخصيات شهيرة مثل أبو مشعل الكازم نائب مدير أمن عدن الذي أكد صراحة بأن ما تمهوها شكل من أشكال محاولة الوقيعة حتى بين القنوبيين من خلال إشعال فتيل مواقهة ذات طابع مناطقي قروي وبالتالي المستهدف الرئيسي من هذه التحركات وليس الشرعية بحسب بل النسيق الاجتماعي القنوبي الذي يتعرض لحالة تمزيق الدعم والإسناد الذي تقوم به الإمارة العربية المتحدة لمقامع مسلحة وتشكيلات بهدف استخدامها لضرب بعضها أصلا وهذا سيتم لاحقا ما تريد الولاد الإمارة العربية المتحدة يا سيدتي هو السيطرة على ميناء عدن مجموعة الموانئ والشواطة والقزر التي تضع يدها عليه الآن وبالتالي هناك أيضا مصالح أخرى متعلقة حتى أيضا بحسابات مرتبطة بالإيقاع بالشريكة الكبيرة وهي المملكة العربية السعودية جوز من حسابات تدبير انقلاب 2014 كان الهدف منه أيضا إغراق السعودية بعدو خطير للغاية بالإمكان أن يكون امتدادا لذراع ودولة إقليمية كبيرة كإيران وبالتالي غارقة البلد وأورقة نفسها نعم إذن الخاسر الأكبر في كل ما يحدث هم أبناء اليمن وابناء الجنوب تحديدا نعم سيد عبد العزيز يبدو أنك تسمعني طيب أستاذ ياسر يعني من خلال ما طرحه الأستاذ عبد العزيز هو أشار فعلا إلى لأن هناك فعلا خلافات داخل المكونات الجنوبية وحتى الدم الذي ساله مؤخرا هو دم جنوبي جنوبي ألا تخشى أستاذ ياسر بأن هذه الاحترابات واتباع أجندة لا علاقة لها بأبناء القنوب ولا بالقضية القنوبية يمكن أن تقود إلى تفكك القنوب والاحتراب داخلي ربما يعيد تاريخ قديم أسود للقنوب من خلال المجلس الانتقالي ألا يخشى المجلس الانتقالي أن يكون هو العرب التي تقود هذه الكارثة طبعا دعيني أول في بداية رد علي المجلس الانتقالي أنا صحفي مغرب جدا من المجلس الانتقالي وألا أطلع بكل ما يقري تقريبا المجلس الانتقالي بدأ قبل إقالة عيدروس وهاني بن بريك الشهيرة قبل تقريبا أكثر من عام المجلس الانتقالي بدأ يرتب أوراقه تقريبا في نهاية 2015 بداية 2016 بدأ بإعداد الوثائق وعملنا هاشتاقات كيان سياسي قنوبي يمثلني لكن تسارعت الأحداث وهو بهر المجلس الانتقالي الجنوبي وهو يمثل إرادة شعب الجنوب لو يجد اليوم حتى للتحالف بديل هل نأتي بالإصلاحيين أو بالمؤتمرين إلى عدل يكونوا حلفاء للتحالف هؤلهم من قاتل وهؤلهم من يحمي الأرض بالتالي التحالف اليوم يتعامل مع إرادة جنوبية المشكلة أنه الشريك يعني للأسف من الأحزاب السياسي اليمني هي التي لا تقبل للجنوبيين فيما يخص المجلس الانتقالي هو مثل لكل الجنوب وليس حكر على منطق معينة هل المجلس سيعمل هكذا بدون حلفاء مع أنهم مؤخرا أعلن عيد الروس بأنهم استعد للتحالف مع طارق سالح في حين رأينا بأن المجلس الانتقالي وقواته الأمنية أحرقت مقارات الإصلاح مثلا ويتم اغتيال أيضا قيادة الميدانية للمقاومة في الجنوب طبعا فيما يخص العدوى بين المكونات الجنوبية والأصلاح هي عدوى تاريخي من عام 1994 ومشكلة أن الأصلاح حتى اليوم حتى الآن حتى هذه اللحظة مع أن كل العالم بدأ يتحدث على المجلس الانتقالي لا يبالي بالمجلس الانتقالي ولا يعتبره حتى طرف ويعتبره انقلابي في البيانات أو من خلال الشرعية التي يسيطر عليها لو تفهم حزب الأصلاح أن اليوم إرادة شعبية جديدة يمثلها لانتقال الجنوبي أعتقد لن يكون القنوبين بهذا العدالة الحزب الأصلاح بالتالي نحن ندافع عن أنفسنا من حزب الأصلاح لسنا معتدين حتى إعلاميا نحن فقط ندافع عن أبسنا نعم أستد ياسر جميعا لديكم عدوى تاريخية مع حزب الإصلاح هي لم تكن مواقهات نعم أستد ياسر عداوة تاريخية مع حزب الإصلاح ومستعدون للتحالف مع طارق صالح اين المنطق في هذا طارق صالح أيضا عدو وطارق صالع عدو مثل ما دعمنا الاصلاح في تحرير المحافظات الشمالية وفشل خلال الفترة الماضية مثل ما قال الرئيس عيدروز بيدي مستعدين أن ندعم أي مقاومة في الشمال ليس في القنوب في القنوب انتهى أمره حسنة المعارك لكن في نحن كجنوبيين في الأخير الشمال يهمنا وأي طرف سياسي سيحكم لاحقا في الشمال أيضا يهمنا والعلاقات مع الأطراف الشمالية تهمنا من لا يعتربك اليوم أكيد لا يعتربك قدن وهو سيسيطر على كل اليوم وبالتالي لا بد أن يكون لنا كجنوبيين أوراق سياسيين العب فيها في الشمال وهذا أمر طبيعي وحق طبيعي لماذا ينكرون علينا نحن لا نقبل أي تواجد شمالي فيه عدنا علانناها بشكل واضح وصريح لا طارق عفاش ولا يغيره لكننا سندعم أي مقاومة في الشمال سواء كان طارق عفاش أو حزب الاصلاح أو سلفين أو أبناء قبائل كما يقري مع المقاومة التهمية في تهمة حاليا هذا التحالف العربي نحن شركوا مع التحالف العربي بالأخير التحالف العربي هو من يلعب أوراق الحرفية اليمن هو من تدخل تحت الفصل تحت البند السابع بالغرار ٢٠٢١٦ بس دعيني أوضح نقطة مهمة ذكرتها في السؤال المواجهات الأخيرة فيها عدن لم تكن مواجهات مناطقية ولا حتى مع قوات هذه كانت الوائن معروفة هذا الوائن قياداتهم تنتمي لحزب الاصلاح قوات الرئيس هذه المنطقة الرابعة والقوات المغربة منه حتى القوات الخاصة التي معظم أبناء لم تقاتل سيد ياسر أفهم من كلامك بأن حزب الاصلاح سيتم إبادتهم من القنوب مثلا بعد أن تسيطروا على القنوب وتتحكمون بأمره لن يكون إلا لون واحد وفصل واحد رجلونه أنتم نحن لسنا نحن لسنا غصائيين على الإطلاق اليوم أعتقد عدن صحفي الإصلاح يمارسون وينتقلون المجلس الانتقالي وينشوفون صورة عدن وصورة إنقاذات في عدن بشكل يومي ومع ذلك لم يتعرضون أحد لا بساءة وأيضا كل الصحفيين اليوم حتى الذين هربوا من صنعاء في الموايقات لأخيرهم في عدن وعدن باتت حاضن لهم وعدن ترحب بالجميع عدن ترحب بالجميع كمواطنين بدون عمل سياسي أو عمل عسكري أو محاولة تغيير الواقع الذي ينتج بعد عام 2015 مشكلتنا الحقيقية التي للأسف بعض الأطراف لا تفهمها أنه في محاولة لتغيير الواقع الذي ينتج بعد 2015 وهو ما أفكر الأوضاع أنا على برنامجكم هذا وأعتقد في مداخلات معك أو ومع زميل آخر نكرت أن الأوضاع في عدن مرشحة الانفقار بسبب محاولة بعض الأحزاب السياسية تغيير الواقع في عدن اليوم هل سيتعامل حزب الإصلاح والشرعية مع هذا الواقع أنا قبل غالية عدت في بإجابة مختصرة أستاذ ياسر أنتم مشكلتكم كمجلس انتقالي نعم مع الإصلاح أم مع الشرعية تحديدا مشكلتكم مع من في القنوب مشكلتنا في القنوب مع من يحاول يغير هويية القنوب أو جغرافيتها وربما يحاول يعيد السيطرة عليها عسكريا مشكلتنا معها ولأما المواطن الشمالي لا يوجد معنا مع أي مشكلة اليوم عدن مليئة بكل أبناء الشمال يعني أي واحد يزور عدن بإلاقي تقريبا حتى أصباتهم يعني في التقارة في كل شيء في كل شيء في عدن لا أحد يأذيهم ولا أحد يتكلم عليهم ولا أحد يضايقهم مشكلتنا فقط هي مع أساس الشماليين الذين لم يعتبروا علي عبدالله صالحين يعني يين كان في نهايته نتمنى أن حزب الأصلاح أن يعتبر وأن يتعامل مع الجنوب أو مع المجلس الانتغالي كخصب وضمن حوار سياسي وليس ضمن مكايدات أو محاولة استقلال أموال الدولة لعمل مع أسكرات يعني ستنفذ ما في وقت ما هل هذه المأسكرات التي تم اقتحامها أنفق عليها مليارات يعني لماذا نهارت العملة أين دهبت ستمائة مليار ريال أي مواطن بالعقل يسأل أين دهبت ستمائة مليار ريال يمني إضافة إلى نفط حضر موت أنفقة جزء منها على تسليح هذه المأسكرات وعلى تقنيلها وهي معسكرات في الأساس ليست شرعية المأسكرات الشرعية هي من تحمي عدل وهي من وفرة الحماية للحكومة إذن أنت ترى أستاذ ياسر أنت ترى المأسكرات الشرعية المأسكرات الدولة ومأسكرات الحماية الرئاسية هي معسكرات غير شرعية والمأسكرات الخارجية عن الشرعية والمتمردة عن الرئيس هذه هي المأسكرات الشرعية هذا ما أفهم منطقة بمنطقة قبل واقعا أكلمك طيب سأعود لك أستاذ عبد العزيز نغمة يعني عودة نغمة والحديث عن الإصلاح كعدو رئيسي الآن بعد أن كان قد يعني قد رأينا شبه تسوية سياسية بين قيادة الدولتين التحالف الإمارات السعودية مع قيادة حزب الإصلاح كيف يمكن أن تفهمها يعني عودتها الآن بعد أن كانت قيادات المجلس الانتقالي قد رحبت بالإصلاح واعتبرته مكون وطني وسيتم التعامل معه هذه التقلبات في المواقف مع الإصلاح بحسب المزاق الخليجي كيف يمكن أن تفهمها عبد العزيز هناك شكل من اللي خرق البائس لكل اللعبة التي تمت بدءا من الجزء الأول من المسلسل في 2014 وحتى الآن يستمر استقرار نفس الأداب ذات الطابع الممل والمكرور والردي استخدمت خرقة الإصلاح من أجل إسقاط الدولة اليمنية وبالتالي تم هذا الذي تم من خلال دمار وحروب واليوم كنا في 2014 نواقع ميليشيا واحدة تتبع الحوثي اليوم بفضل التحالف السعودية والإمارات وعلينا أن نوصف الأمر كما هو في الواقع هناك تحالف بقيادة الإمارات وليس بقيادة السعودية السعودية تحولت بفعل التغييرات التي طرأت خلال على المشهد السعودي الداخلي خلال الخمسة الأشهر الأخيرة تحولت إلى لعبة بيد الإمارات وأصبحت مسلوبة القرار وبالتالي تسيرها الإمارات كما تشاء بدليل أن فعلت الإمارات ما تشاء في 28 نينار الماضي وتلعبت بالمشهد كما تريد واستخدمت الطيراء لضرب قوات حكومية تتبع الرئيس الشرعي الذي يقول ضيفك بأن هذه المعسكرات هي معسكرات الإصلاح نفس منطق 2014 معسكرات الإصلاح وشماعة الإصلاح والإصلاح يتم استخدامه وفقا للمزاق الخليقي تماما كما قلت لك عندما التقى بن زايد بقيادة الإصلاح خرج عيدروس الزبيدي وقيادة أخرى بما فيها بن بوريكو ويتكلم عن خطوة في الاتقاه الصحيح يخففون من لهقتهم وحدتهم حيال حزب الإصلاح وأنه بالإمكان التعامل معه كشريك لأن السيد والممو قرر التعامل مع حزب الإصلاح بهذه الطريقة وبالتالي لاحقا شاهدنا بعد ظهور طارق صالح كوكيل قديد للتعامل مع الإصلاح باعتباره هو العدو الرئيسي والكبير وهذه يبدو أنها تغري حتى وهي مرضية يبدو لحزب الإصلاح وهم مستمتعين بهذه التهمة التي استخدمت كغطاء لتمرير مخططات تمزيق وتقسيم وتفتيت ليس تفتيت ولا إعادة انفصال القنوب كما يطرح لسذاقة هذا التصور وإنما لتمزيق وتفتيت القنوب إلى دويلات ونفس السيناريو الذي سيمشي على القنوب هو سيمشي في الشمال اليوم هناك أحاديث عن تحالف بين طارق صالح كما يقال وعيدروس الزبيدي مهمة هذا التحالف بصريح العبارة يقول بأنه سيتم استبدال مقاومة حزب الإصلاح وهذه بين قوسين بمقاومة جديدة بقيادة طارق عفاش ونحن بالتالي أمام سيناريو إحلال لقوة مكان قوة وبالتالي إدخالنا في مأزق وحروب قانبية ستغرق البلد في صراعات وحروب دامية لن ننتهي منها وبالتالي الهدف الرئيسي منها هي إغراق هذا الفيل الضخم المدعو السعودية وهذه الدولة ترقب هذه المخاطر ولا تفعل شيئا لأنها مسلوبة الإرادة وأصبحت فقط عبارة عن رقع صدى للقرار الإماراتي إذا سألت الزميل أين المكونات القنوبية الأخرى لماذا تقاهلت مثلا المجلس الثوري الأعلى للحراك القنوبي بقيادة حسن باعوم هو مؤسس الحراك القنوبي كيف بالله عليك تتاقاهل مثل هذا القامة القنوبية الكبيرة وتذهب باتقاه الحديث عن أن المجلس الانتقالي القنوبي أصبح ممثلا عن القنوب بشكل كامل بمعنى أننا خلال الفترة الماضية سنواقع إشكالية كبرى تتعلق بمواقعات قنوبية قنوبية لأن بقية المكونات القنوبية غير ممثلة اليوم يتم الحديث من خلال أيضا تداعيات ما حدث في 28 يناير والممارسات التي حدثت وعلى لسان قنوبيين بأن هناك ممارسات واحتراب ذو طابع مناطق قروي اقتر أحداث وقراحات قديمة وبالتالي بتح نطوة تغرة كبيرة في الجسد القنوبي أعتقد أننا سنتحدث رقم عمدار القنوبية قنوبية لاحقا هذه إشكالية للقنوبيين لكن بنفس الوقت نحن الخطر الأكبر أيضا وهذا هو أيضا ما يتم الترتيب له هو أن هذا السيناريو سيكون أيضا شامل للشمال وبالتالي نحن أمام مسلسل لتفتيت المفتة وتقسيم المقسم وهذه اللعبة يبدو أنها تحلول الإمارات لأنها ستمكنها من السيطرة على السواحل بشكل كامل عودي فقط لطريقة التي تعاملت بها وبناء على كل ما ذكرته المعركة في تعز وكيف قسمت تعز إلى شريط ساحل ومناطق ساحلة وأخرى عزلتها عن العملية العسكرية الكبيرة التي تقري في الساحل لأنها تريد ميناء المخاة وتريد السيطرة على مبالمندب بشكل كامل وهي لديها مشروع بفصل تعز عن المخاة وإعلان محافظة بالمخاة محافظة خاصة وهناك حراك تهامية تم تحريض على أبناء تعز باعتبارهم المضطهدين بينما المضطهدين الحقيقين لأبناء تعز وليأبناء تهامة مثل عائلة علي عبدالله صالح يتم احتضانهم من الإمارات ويتم تقديمهم باعتبارهم حلاً للبلاد وشمالاً وقنوباً نعم نعم طيب يعني نكون لديه مداخرة في هذا الخصوص لكن سأعود ليك تحول أن الأستاذ ياسر اليافعي بناء على ما طرحته وأنتم تؤكدون دائماً بأنكم حلفاء مع التحالف العربي هل يدرك المجلس الانتقالي أو الناطقين باسمه والدائرين في فلك الأهداف التي جاءت تحالف العربي لأجلها في اليمن وربما من المهم أن نعود نذكر بها بأنها جاءت من أجل دعم واستعادة الشرعية في اليمن من أجل إسقاط الإنقلاب الحوثي في اليمن من أجل تنفيذ القرار الأممي 22-16 الذي يؤكد على وحدة اليمن كيف يمكن أن نفهم تحالفكم مع هذا التحالف الذي أهدافه المعلنة على الأقل تتناقض تماماً مع ما تقومون به أنتم على الأرض طبعاً بالبداية بس أرد على الأخ عبدالعزيز هو دائماً يكرر أكثر من مرة تصريح نسب للزبيري عن ترحيب بحزب الأصلاح هذا الكلام غير صحيح أطلاقاً لم يصرح وكانت مقرر تسريبات وتحدى أن يأتي بأي وسيلة رسمية تابعة للمجلس الانتغالي أن أغلت هذا التصريح حتى كل كلامه كان متناغض عمليات الساحل الغربي كان هناك تصريحات وتغريدة وتغريدة لها من بركض لكننا لا نريد أن نغرق في الموضوع لم تكن أي تغريدة وتحدى أن يأتي بذلك فيما يخص الساحل الغربي هي عمليات مشتركة مع وسط تعز مقامة وسط تعز من أين لها السلاح من وين تدعم هم كل يوم أو كل أسبوع في مقر التحالف بعداً ينقلون الأموال وينقلون الأسلحة وينقلون الضخائر إلى قبهة وسط تعز في قبهة كريش أيضاً هناك عمليات مشتركة لكن إذا كان المواطنين لا تقري لهم رادة للتحرير فهذه مشكلتهم هم نحن في القنوب كانت هناك رادة لم يقبل القنوبين الحوثيين واضطروا من المدد هناك تصريحات عسكرية لقيادات عسكرية في الشرعية ومن قيادة أيضاً سياسية عدية في الدولة أكدت بأن المناطق التي يتم تحريرها كتعز لا تقدم إرادة سياسية من قبل التحالف العربي لتحريرها وهذا كلام سمعناه من عبد العزيز الكبار ومن قيادة عسكرية كبيرة لكن هذا ليس موضوعنا كنت أتحدث عن علاقة المجلس الانتقالي بالتحالف العربي وتضارب الأهداف المعلنة بالنسبة للمجلس الانتقالي وبالنسبة للتحالف كيف يمكن أن نفهمها؟ لا يوجد أي تضارب الأهداف هو بعض الأحزاب السياسية ووسائل إعلام حاولت أن توجد يعني عزلة بين الرئيس هادي والقنوبين وبين القنوبين والتحالف ولكنهم استطاعوا أن يجدوا هذه العزلة مع الرئيس هادي ولم يستطيعوا مع التحالف العربي لأن التحالف العربي كان أقرب لهم على الأرض بالتالي نحن أكدنا كمجلس انتقالي وحتى قبل أن يظهر المجلس انتقالي أن نحن مع التحالف العربي ومع الرئيسات حتى تنتهي الحرب بعد انتهى الحرب يقلس الجميع على طاولة واحدة ويبحثوا مستقبل اليمن لكن الشرعية ليست متمثلة بشخص رئيس هادي فقط أستاذ ياسر الشرعية هي منظومة متكاملة من المؤسسات ومن الرمزيات ومن العمر السياسي القيش ومؤسسات ورمز وشخصيات على الأرض كيف يمكن الفرز بين مكونات الشرعية بالشكل الذي تحاولون أن تسوقونه أنتم الآن هي الشرعية مثل ما ذكرت وأنا اتفق معك بشكل كامل لكن الشرعية ليست سك مفتوح لا للرئيس هادي ولا للوزراء يعبثوا بها كيف ما يشاون هل أنتم تنكرون الفساد الذي في الشرعية والتوظيف العالي أنا أحقل عن نفسي الوزير الخارجي يذهب إلى روسيا ويستحبب منه في محادثات رسمية من غير الكشوفات مع علاقة مكافحة الفساد باقتحام المجمع القضائي واقتحام الوياء عسكرية والويات الحماية العسكرية بالمدرعة والأسلحة الثقيلة هذه مواجهات عسكرية نتيجة الرفض أصوات الشعب الذي طالبت بإنهاء الفساد وإنهاء الحكومة تصدي استخدام السلاح لن ينتج إلا سلاح أقوى منه اليوم في القنوب باتت لدينا مقاومة تحمي أي احتجاجات شعبية لم نكن كما قبل 2015 أو ما قبل أن كان علي عبدالله صالح يقمع الاحتجاجات بالقوة والدبابات مثل ما كان يعمل في ردفان اليوم لدينا قوة ونفخر بهذا الغوة لكن دعيني أحدثك أن الجنوبيين كان مطلبهم إسقاط الحكومة التي للأسف حزب الأصلاح متورط في الدفاع عنها يعني شارك أو ساهم في دورة ما يسمى التغيير أو الربيع العربي من أجل الفساد والتوريث اليوم نرى الفساد والتوريث عاد وهو يشجع وماذا عن مطالبكم الآن القديدة وماذا عن مطالبكم القديدة في إيجاد شراكة مع هذه الحكومة طالما وهي حكومة فاسدة كيف يمكن أن نفهمها نحن مطالبنا واضحة على الرئيس هادي أن يشكل حكومة كفاءات وطنية يكون لديها القدرة تستطيع أن تطبع الأوضاع في المحافظات المحررة وأن تحرر ما تبقى من الشمال ونحن سنكون في المجلس الانتقالي سند لها حتى تنتهي الحرب ومجلس الجميع على طاولة واحدة ونبحث خيارات اليمن أين المشكلة في كلامنا وطرحنا المشكلة أن هناك نكران نكران للواقع نكران للقوات عفوا الأستاذ ياسر إذا لم يكن هناك مشكلة في كلامكم فلا مشكلة في ما عمله الحوثي هو فعل تماما ما فعلتمه لأنتم الآن هو طالب بإسقاط الحكومة ثم اقتح من مؤسساتهم ونهبها نحن لم نفعل شيء إلى الآن لم نفعل شيء إلى الآن لم نفعل شيء ومعا أنه بستطعتنا أن نفعل لكننا لم نفعل احتراما للتحالف العربي واحتراما للريس هادي لم نفعل شيء نحن نؤكد أنا أسألك ما الغلط في نفعله الحوثي إذن ما الخطأ في معمله الحوثي طالب أنت تقول لم نفعل شيء هو فعل تماما ما فعلتموه هو طالب بإسقاط الحكومة الفاسدة ثم اقتحم المؤسسات ثم أسقط العاصمة الحوثي تمكن من صنعها بعد أن هربت غيادات الأصلاح والفرق الأولى من درع خارجها وبالتالي فضل القوة تمكن من صنعها ليست المشكلة في الحوثي هناك المشكلة في منترك صنعها وهرب نحن في القنوب حققنا انتصارات لا يمكن أن نرضى لأي طرف كان والأي شخص كان حتى التحالف العربي أن يحاول النيل من انتصاراتنا أنتم طلبتم مغادرة من دغر وطرد الحكومة لكنه لم يهرب هذا هو الفرق يعني أن طيب أستاذ عبد العزيز أستاذ عبد العزيز هذا النقاش لا أدري إذا كنت قد استمعت إليه هناك من يتساءل ما مصلحة التحالف العربي في كل ما يحدث وإذا ما حاولنا أن نجنب السعودية من هذا المشهد كيف تقيم موقفها الأخير مما حدث والبيانة التي صدر عنها وعن ناطق التحالف وحديثه عن أطراف الصراع وتهدي أو ربما تكرار لخطاب سابق سنعناه قبل سقوط صنع هناك نقطة دعيني يرد على الأخ ياسر هو يتحدث عن تصريحات المنصوبة لعدرس الزبيدي أنا أتحدى ياسر أن يأتي بنفي لتصريحات الزبيدي التي تم تداولها على نطاق واسع والتي تؤكد أنه أكد على مسألة حرصه على الشراكة ويرحب بالشراكة مع حزب الإصلاح أي أن يكون الأمر في النهاية نحن أمام مشهد يتم إدارته من خارق اليمن وبالتأكيد كل الأدوات التي يقري تحريكها هي أشبه بلعبة قطع شطران يتم تداولها بين مجموعة الأطراف المتنافسة داخل اليمن سواء داخل التحالف العربي بجندة المختلفة والمتباينة أو حتى بين الأطراف الداخلية التي ارتهنت بشكل كبير للمشاريع الخارجية وصارت تتحرك وفقا لهذا الأساس السعودية يا سيدتي إذا كانت ربما على استحياء لديها وقهة نظر أخرى سربتها من خلال بعض وقهات النظر والتحليلات التي تتم عبر التلفزيونات ووسال الإعلام وحتى التناول الذي تم من خلال وسائل العلم السعودية في اليوم الأول من الانقلاب وهي تتحدث عن انفصاليون يسيطرون على الحكومة وعلى القصر المعاشيق وعلى مجلس القضاء وما إلى ذلك واستمر هذا الخطب ليومين ثم تغير بعد ذلك لأنه يبدو أن السعودية تلقت توبيخا كبيرا من قبل الإمارات في هذا الصدد وبالتالي فرضت الإمارات وقهت نظرها لأنها هي صاحبة القرار الرئيسي داخل التحالف العربي وهذا الأمر شاهدنا خلال الفترات الماضية بشكل كامل كان هناك حرص على إطالة أمد الحرب من قبل الإمارات العربية المتحدة كان لها موقف من مسألة التقدم حتى حيال المناطق في صنعاء وكثير من المحاولات للتقدم بالجيش وهذه معلومات مؤكدة بكل المحاولات كانت يتم ضربها من قبل طيرا التحالف كثير من الغارات التي استهدفت قوات الجيش الوطني في مناطق كثيرة كانت بدرجة رئيسية عملا ممنهجا ويستهدف بدرجة رئيسية قيادة عسكرية بابتداء من استهداف القائد الأبارة في منطقة العبر والقريمة التي حدثت في ذلك الوقت وهناك رواية وشهادة لإبنه ويتحدث عن لقاء إماراتي مع والدي باعا قبل الاغتياء الواقع بأسبوع فقط هناك كثير من الوقاعة التي تؤكد بأن الإمارات هي صاحي اللاعب الرئيسي وهي على ما يبدو دخلت التحالف العربي بتكليف من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الرئيس هادي قدمها الطلب للمملكة العربية السعودية وليس للإمارات والسعودية قلبت معها الإمارات لتساندها في هذا التحالف وشاهدنا كل هذا التلعب بالقبهات خلال الفترات الماضية منعت الأسلحة التقيلة والعتاد عن تعز تصريحات رسمية تقول بأن هناك فقط إمداد للأسلحة الخفيفة والمتوسطة من أجل استنزاف تعز وبالشكل الذي يمكنها فقط من البقاء كما هي عليها بدون محاولة من أجل إنها معاناتها المستمرة خلال ثلاث سنوات هناك لعبة كبيرة هي لا تستهدف فقط أيضا اليمن وإنما تستهدف المنطقة برمتها وبالتأكيد هناك ضحية قادمة هي المملكة العربية السعودية السعودية ترد على رأس كل مخططات التقسيمة التي سردها كل الاستراتيجيين الأمريكيين والغربيين من ابتداء من الخطة اليهودية أوديد يونون ومرورا ببرنارد لويس وصولا إلى رالف بيترز نحن لا نريد أن نتشعب بالموضوع كثيرا نعم لكن في مقمى الكلامك أستاذ عبدالعزيز في مقمى الكلامك تتؤكد هذه الدول الكبيرة قرارا هذا الأمر يقب أن يسفك من أجله الدماء أولا وهذا ما يحدث وبالتالي سيتم لاحقا رسم حدود الدم وتشكيع الميليشيات والإثنيات والطوائف حتى في دول الخريق العربية نعم مخاطر كبيرة ربما تتقدمها سيتم لاحقا وهو الخطر الدعم على المنطقة بشكل كامل نحن يا سيدتي التكتيك الذي يتم تمرير من خلال مخطط التقسيم في المنطقة والجائزة الكبرى هي ستكون في الخريق وتحديدنا السعودية نعم سيد عزيز إذن كلام كثير وربما مخطط كبير هناك الكثير من المراقبين يؤيدون ما طرحه السيد عبدالعزيز حول هذا المخطط الذي ربما تقوده الإمارة المتحدة وهو ظاهر ربما في أكثر من عاصمة وأكثر من دولة دول التي تدخلت فيها الإمارة يعني أريد أن أسألك سؤال واضح ومباشر نحن نعرف علاقة المجلس الانتقالي والتحركات الأخيرة وتحالفها مع الإمارة المتحدة هل أخذتم الموافقة من الإمارة المتحدة بشأن التحركات الأخيرة التي قمتم بها أولا من المؤسف أن يتحدث الأستاذ عبدالعزيز أن الإمارات هي خلف تأخير الحسم من يؤخر الحسم هو معروف وكل هذه التحركات الأخيرة هدفها تسريع الحسم من يؤخر الحسم هو من له ثلاث سنوات في تباب نهم ولم يستطع حتى تحرير صرواح بالتالي مأرب العاصمة أو ما يسمى نم على أي حال أستاذ ياسر هذا الكلام تكرر كثيرا لكن إذا كانت الإمارات تريد أن تحسم في هذه المعركة ستحسم وهذا فشل للتحالق والإمارات يا أستاذ ياسر هذا ليس موضوعنا إذا كانت الإمارات تريد أن تحسم المعركة في تباب نهم لكانت حسمتها وعدم الحسم هو فشل للإمارات قبل أن يكون فشل للشرعية نتحول للسؤال تحديدا هل أخذ المجلس الانتقالي موافقة في تحركاته الأخيرة من الإمارات بحكم أنها حليفه الرئيسي وداعم ومموله الإمارات كانت أكثر حيادا من أي جهة أخرى فيما يخص أحداث عدن حتى الغنوات الإماراتية لم تتناول ما حدث في عدن بينما رأينا غنوات منها غنات بلغيس تحولت إلى آلة حرب ضد المجلس الانتقالي والقنوبيين وأداة فتنة هي وبعض القنوات التامعة للأصلاح والغنوات المقفة إذا لم يتلقى المجلس الانتقالي وقيادته العسكرية أي موقف أو تنبيه من القوات الإماراتية في عدن بأن هذه التحركات تتناقض مع أهداف التحالف وتقوض الشرعية التحركات كانت تحركات طبيعية وقاءت ردا على انتشار ألوية الحماية الرئيسي في عدن منعا لإحتقاجات إذا هل هي التحركات كانت موافقة الإمارات؟ هذا الإمارات لم يكن لها علاقة في الموضوع نحن مجلس اليوم بدنا نسيطر على الأرض الغرار غرارنا والأمور بيدنا المجلس الانتقالي صحيح له علاقات مع الإمارات مثل ما لصلاح علاقات مع قطر وتركيا أنتم متحالفين ألم يتم التشاور حول هذا التصعيد؟ سيد ياسر ألا أسأل يعني تصعيد بهذا الحجم وأنتم حلفاء ألم يتم التشاور بهذا الشأن؟ أنه سيتم التصعيد وإسقاط الحكومة واقتحام المقرات الحكومية والمقرات العسكرية التابعة للرئاسة؟ قال خالد بحاح أن بيانات الرئاسة والشرعية وأيضا حتى الإعلام منفصلة تماما عن الواقع نحن نتحدث عن الواقع لم يكن هناك رقبة المجلس الانتقالي في إهداة أي عمل رسكري مسلح على الأرض على الليسان خالد بحاح ولا أدري ما علاقة خالد بحاح بالموضوع بالمشهد أستاذ عبد العزيز في أقل من دقيقة كيف تنظر إلى مستقبل؟ دعيني أكمل لدينا إلى دقيقة واحدة أستاذ ياسر وأنت تتوهي لأن الإعلام كم مفصلة على الواقع تماما وهذه نقطة مهمة نعم يعني أنت دائما ضيفنا أستاذ ياسر إن شاء الله ستكون ضيفنا في حلقات قادمة لمزيد من التوضيح في أقل من دقيقة أستاذ عبد العزيز كيف تقيم علاقة التحالف العربي بالشرعية وعلاقة مكونات التحالف العربي فيما بينهم؟ هناك مغالطة كبيرة فيما يتعلق بمسألة دعم الشرعية في اليمن الشرعية بالنسبة للتحالف العربي هي الخرقة التي استخدمها لتمثيذ مخططات داخل اليمن ثم حديث المجلس الانتقالي والأطرف الأخرى عن مسألة أنه مع الشرعية وبنفس الوقت وضد الحكومة الشرعية التي يمثلها عبد الرب منصر وهذه خرق بخطب رسمي وتكأبي بيان ويتحدث بدرجة رئيسية عن تمرد وانقلاب تهاجه من خلال خارجين عن القانون فما هي الشرعية التي يخضع لها المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي مكون مثل بقية المكونات السياسية وبالتالي ليس من حق أن يفرض قرارات على بقية الأطراف حتى بما فيها المكونات القنوبية الحديث الدائم عن قصة الإصلاح وما إلى ذلك من هذه القصص التي لم تعد تنطلع على أحد هو شكل من أشكال الاستغفال للآخرين وتمرير لمخططات لم تعد تنطلع على أحد نحافظ عدن يا زينتي منع من الوصول وممارسة مهمه في عدن أشكرك جزيلا شكر أستاذ عبد العزيز المجيدي أدركنا الوقت لأستاذ عبد العزيز المجيدي صحفي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز كما أشكر أستاذ ياسر اليافعي الصحفي أيضا كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن أشكركم عزيزيلا مشاهدين لطيبة المتابعة لتلقيكم أسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة